باتجاه الأسوأ دائما ينحدر الوضع الإنساني في اليمن كنتيجة منطقية لعامين من الحرب هذه المرة تحذير جدي ونداء أخير للعالم لإنقاذ البلد وجائعيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريس قال إن هيئات الإغاثة الطابعة للأمم المتحدة بحاجة طارئة إلى أكثر من أربعة مليار دولار لمكافحة المجاعة في أربع دول بينها اليمن داعيا العالم للتحرك المستعجل لتفادي كوارث على النطاق الواسع حسب قوله هذا النداء الصادر عن أعلى مسؤول أممي كشف عما أسماه كوتيريس أكبر حالة طوارئة لإنعدام الأمن الغذائي في العالم مع أكثر من سبعة ملايين شخص بحاجة لمساعدات غذائية في البلد حالة إنسانية كارثية يزيدها سوءا وضع اقتصادي مزر تجاوز حدود الأزمة التي تتسبب بها أي حرب إلا ما يشبه الانهيار الكلي للاقتصاد وهو ما أصبح يتهدد شعبا بأكمله بالوقوع فريسة لمضاعفات الحرب وانعدام البدائل الاقتصادية وغياب جهد الإغاثة تحاول الحكومة البحث عن معالجات لكنها بقيت خلال الفترة الماضية غير كافية ولا تتناسب مع حجم الأزمة القائمة بحكم الانغماس الكلي في الحرب ومتطلباتها العسكرية والسياسية ومع إعلان الحكومة عن توفر عشرة مليار دولار كمساهمة محودة من الجانب السعودي في عملية إعادة الإعمار ودعم العملة المحلية عادت التقديرات الاقتصادية للتفاؤل بشأن المعالجات التي تتخذها الحكومة وعلى الرغم من أن هذه الأموال لن تسمى بشكل مباشر في عملية الإغاثة المستعجلة التي يحتاجها ملايين اليمنيين في الوقت الراهن إلا أنها بحسب خبراء اقتصاديين ستشكل دعما جيدا لما تبقى من الاقتصاد ومنعه من الانهيار التام بانتظار لحظة انطلاق عملية إعادة الإعمار في بلد صار أشبه بخرابة كبيرة